السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الأستاذ المساعد بجامعة المالي قالت كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية والحاصل على البكريديوس والماجستير من جامعة القاهرة في قسم هندسة الفلزات والحاصل على الدكتوراه من ولاية سان بيترسبرغ برسة الاتحادية والمتخصص في علم المواد وهندسة المواد في هذا الكورس المسمى علم المواد سنصب الدراسة الواعية على ما هي علاقة الزرات والتركيب الزري بخواص المواد وانعكاس هذا على تطبيق المواد هذا بشكل عام ما يحتويه هذا الكورس ويختلف تماما عن علم المواد واحد عفوا عن علم المواد اثنين الذي كان يتناول خواص المواد الظاهرية وتطبيقاتها وكيفية تصنيع هذه المواد في هذا الجزء من الشبطر الأول الجزء الأول سنتناول الوصف العام لفصول هذا المقرر وهي عبارة عن ثمان فصول الشبطر الأول أو الفصل الأول هو مقدمة عن Material Science Introduction to Material Science حيث أنه مقدمة عامة عن الكورس أما الفصل الثاني وهو Atomic Structure and Atomic Bonding يتحدث عن البناء الزري والروابط الزرية أما الفصل الثالث فهو يتحدث عن Crystal Structure أو البناء البلوري أما الفصل الرابع فأتحدث عن البلورات الغير كاملة أو التي يوجد بها أيوب أو العيوب التي توجد داخل البلورات والأتم موفمينت أي حركة الزرات أما الفصل الخامس فأتحدث عن Divusion وهو الانتشار كيف أن الزرات تنتشر وتدخل في بعضها البعض أو ترتب أوضاعها أما الشبطة الرقم السادس فأتناول عن أو يتحدث عن Mechanical Testing and Evaluation أي الخواص الميكانيكية أو الاختبارات الميكانيكية وتقييمها أما الشبطة الرقم سبعة فأتحدث عن Equilibrium Physiogram وهو عبارة عن التاريخ الحراري الذي يربط ما بين العناصر في السبائك عند درجات حرارة مختلفة والأطوار المختلفة التي يتواجد عليها أما الشبطة الرقم 8 المسمى بالIron Iron Macorbyte Physiogram فهو تناول دراسة تحليلية لألاقة الIron بكاربيد الIron في الفيزيogram كما سنتناول في حقيقة الأمر أن الفصل الأول المسمى بـ Introduction to Material Science عفوا والشطر الثاني المسمى بالـ Atomic Structure and Atomic Bonding ستناول الشكل العام لهذا الفصل الفصل الأول يوجد العديد من التعريفات والتعريف بهذا المنهج وما يحتويه من مصلاحات وترميلولوجي الجزء الأول سنتناول ما هو تعريف الماتيريال الصيف ما هو علم المواد واحد وما هي الانجينيينيجي ماتيريالز ما هي المواد الهندسية ثم تناول بالدراسة والتحليل وتعريف define structure ما هو الـ structure وما المقصود بالتركيب الإنشاء ثم الترميلولوجي حيث أنه يوجد بعضا من المصلاحات سوف نتطرق إليها في هذا المقرر والذي واجب التعريف بها مبدئيا ثم سنتناول علاقة الـ process والfunction والشيب بالماتيريالز ما هي علاقة هذه الأجزاء الثلاثة ببعضها وعلاقتها بالماتيريال وكيف ينعكس ذلك على خواص الماتيريال ثم سنتناول علاقة أخرى ما بين التركيب الإنشائي الـ structure والـ processing طرق التصنيع والـ properties أي خواص المواد هل يوجد علاقة ما بين هذه الثلاثة أيضا؟ سنرى ثم سنتحدث عن الماتيريالز سليكشن بروسيس ما هي عمليات اختيار الماتيريال وكيف يقع الاختيار على الماتيريال وما هي الأصص التي على أساسها نختار الماتيريال؟ ثم سنجد أن هناك مجموعة من الخواص زي الـ composition اللي هو التركيب الكيميائي والـ bonding أي الروابط الزرية والـ crystal structure أي التركيب البلوري والـ microstructure أي البناء البلوري أي عفواً البناء المجهري كل هذه ستحدد خواص الماتيريال أو بمعنى أصح كل هذه العوامل التي ذكرناها هي من تحدد خواص الماتيريال وسنتناول بعضاً من خواص الماتيريال مثل الـ electric property أو المagnetic property أو الـ optical property كيف أن الـ composition أو التركيب الداخلي يمكن أن يأثر على هذه الخواص ونهاية في هذا الفصل سنتناول بعضاً من أنواع الماتيريال التي سنتناولها بالوصف العاملة أما الفصل الثاني المسمى بالـ atomic structure and atomic bonding سنتناول مقدمة عامة لأننا في هذه الحالة سوف ندخل داخل المادة نفسها لكي نعرف مما تتكون سنجد أن أي مادة تتكون من زرات وفيما تتكون هذه الزرة ثم سنعرف ما هو الـ atomic أو نعرف ما هو الـ atomic number أي العدد الزري وما هو الـ atomic weight أي الوزن الزري وما هو الـ atomic mass أي الكتلة الزرية وما هو وحدة الكتلة الزرية أو الـ atomic mass unit وما هي ظاهرة الـ isotopes أو النظائر ما هو الـ valence ما هو التكافؤ ما هو الـ electronegativity عفواً electronegativity أي السالبية الكهربية وبعد ذلك سنتعرف على العديد من الأنواع المختلفة للـ atomic bonding أي الروابط الزرية وسنعرف أن هناك نوعين أساسيين هما الـ primary bond أي الروابط الأولية والـ secondary bond أي الروابط الزانوية ترجمة نانسي قنقر